بونا شفنا كل الحاجات اللي اشتغلتيها أو معظمها كان مع محمد بالضبط ده بتبقى أصداء ولا أنتو تبقوا مع بعض في الشغل ولا لو جالك حاجة تانية لا ممكن لا لا بيجيلي حاجات تانية يعني أنا كنت عاملة الوقت سيد الشحك ما كانش مع ساروة خالص كانت الحلقة الوحدي كنت عاملة معظفة الجن ده مع فاهمي مع فاهمي لا فاهمي ووتوتة وق لكن لا ساروة بيجيلي حاجات مش مع ساروة بس أغلبية الحاجة ببقى مرتاحة مع ساروة يعني عقوليك في اللالالند برضو لما كانت طلعة مرات فرج كان ترشيح من أستاذ أحمد الجندي وكان عامله فاهمي يعني فاهمي مراتك على الحقيقة بس مراتك برضو ده حقيقي عشان عرفناك كفاهمي وطلع لنا عايزك البعض يعني وبعدين عندك مثلا في المسلسل بتاعي ليلة دي وطول الوقت بيعكسني جوه المسلسل ولا بره المسلسل جوه المسلسل جوه المسلسل هلين بيعني كمبر المسلسل عين اللي بتاعكستي بره المسلسل ايه المشاكل يعني ايه مشاكله كزوج ايه مشاكله كممثل ايه مشاكله ككلاينت عندك لان انت في الاخر مديرة اعماله كزوج شغله طول الوقت يعني واخد معظم اهتمامه ده طبيعي اه ده طبيعي طبعا ككلاينت بيدفع قويس المدير بيدفع ولا بيدفع بيجزل لها العطار فيه فلوس ولا ده كله كده ودي جملة كده يعني ربنا بقى سطار حليم في مزان حسناتك كمونة على فكرة بتغني حسنات متخدش فلوس مزان حسناتي حب لله على كل شي هي كلمة طيبة حسنات شكرا انت عملت كم افهات رهيبة وانا كنت بقولك يعني طول الوقت حتى على السوشيال ميديا كل شوية بيعملوا يعني تاني ريب بوست وريشيال لكل الحاجات الخاصة بمحمد صار وفيه مشاهد بجد يعني بجد ضحك سريخي يعني بجد مش طبعية انت ايه المشاهد اللي انت بتحبه لنفسك قوي وحاسيت ان انت جدت كده يعني يسكوي بقى بالمشاهد ده والله عليك فيه مشاهد كتيرة يعني فيه كذا حاجة يعني فيه زئر وبنك الحظ ده انا بحبه جدا يعني الشخصية حلو جدا وكان مكتوب حلو جدا والاخلاق كان حلو جدا كان نقصد باستاذ احمد الجندي وفيه اللالاند برضو يعني شخصية فرج وفرج دي برضو اللي هي التناقض دوت وبالمناسبة اثنان كان مش معروف ايه التناقض او مش معروف ايه المرض النفس اللي موجود وده كان بناء على الاعداد بيني وبين استاذ احمد الجندي بس استاذ ان احنا نختار هو عنده ايه بالظبط لكن فيه يعني حتى كان من ضمن الحاجات ان احنا قلنا سادق وكداب بس قلنا في الاخر صدق وكدب يعني فقلنا ايه الاشمل او ايه الاعم يعني ان هو يبقى طيب وشرير في نفس الوقت فكل الحاجات الطيبة موجودة وكل الحاجات الشريرة موجودة فده برضو ادى فرايتي في الكوميدي فيه يعني انا بحب له مشاهد ايه بتاع اقفل الراوتر وفتحه تي ده في ايه فكر ده في اللا لان ده مستاذ ازم اصخاره كوله على الان